السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كيف نقرأ القرآن عبر قناة معلم التجويد على اليوتيوب قبل أن نبدأ بالملاحظات دعونا نستمع إلى التلاوة ثم نعود إليكم فابقوا معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون إنما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم في أول ملاحظة عندنا ننتبه إلى نطق اللام القمرية في هذه الكلمة والجوع يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر إذن ننتبه إلى نطق اللام القمرية لماذا هذه الملاحظة إخواني؟ نسمع من بعض الناس من يقرأ بهذا الشكل يقول وجوع وجوع هكذا وجوع فسبحان الله هذا خطأ شائع ربما بسبب الله جاء أو بأسباب أخرى لكن لا بد لنا من أن ننطق اللام هذه لام قمرية أي لام مظهرة والهكذا والجوع فلا بد لنا من نطق اللام القمرية خاصة عند حرف الجيم فهذا خطأ شائع كما ذكرنا نسمع مثلا بعض الناس من يقول الجنة في حين هي الجنة وما شابهها من الأمثلة إذن دائما ننتبه إلى اللام القمرية عند الجيم إذن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع نعم وعندنا هنا في هذه الملاحظة إخواني الكرام قوله تبارك وتعالى فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه إذن في هذا المثال تجاور حرفان هما الحاء والعين ومعلوم أن كلا الحاء والعين هما من وسط الحلق إذن الحاء والعين من نفس المخرج فلا بد لنا من أن نخلص الحاء من العين فلا بد أن نعطي للحاء حقها ونعطي للعين حقها فنقرأ بهذا الشكل فلا جناح عليه مرة أخرى فلا جناح عليه إذن نعطي كل حرف حقه ولا نسمح لأحدهما أن يطغى على الآخر فلا نقول هكذا جناح عليه جناح عليها كذا فندمجه الحروف مع بعضها فهذا لا يصح إذن فلا جناح عليه هكذا في هذه الكلمة عندنا قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما فننتبه إلى شدة الطاء والواو حرفان مشددان متتاليان الطاء مشدده والواو مشدده نقرأ بهذا الشكل فلا جناح عليه أن يطوف لاحظوا إخواني يطوف فلا جناح عليه أن يطوف بهما نعم ننتقل الآن إلى ملاحظة جديدة تتعلق أيضا بتخليص الحروف فهنا عندنا قوله تبارك وتعالى وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ فهنا نخلص التاء من الطاء لاحظوا تا طاء تا طاء وَمَنْ تَطَوَّعَ تَطَوَّعَ فالتاء والطاء إخواني الكرام من مخرج واحد التاء والطاء من مخرج واحد فالذي يميزهما عن بعضهما هو الصفات فالتاء مرققة وأما الطاء فهي مفخمة لكن لاحظوا إذا فخمنا التاء صارت كالطاء فمن الخطأ أن نقول وَمَنْ تَطَوَّعَ هكذا بعض الناس يقرأ بهذا الشكل تطوع فصار عندنا طاء وهذا لا يصح إنما يجب أن نقرأ نعطي كل حرف حقه التاء تاء والطاء طاء هكذا وَمَنْ تَطَوَّعَ لاحظوا تطوع تطوع وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إذن لاحظوا إخواني فلابد لنا من أن نخلص الحروف نخلص التاء من الطاء هكذا وَمَنْ تَطَوَّعَ تَطَوَّعَ وَمَنْ تَطَوَّعَ بهذا الشكل في الآية الستين بعد المئة إذن ننتبه إلى تتالي الواوات لاحظوا تابوا 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 أصلحوا هكذا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا أَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فلا نضغم الواوات هنا إخواني الكرام فلا أحد يقول إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا فهذا لا يصح إطلاقا فهنا لابد لنا من أن نأتي بالمد الطبيعي أين المد الطبيعي هكذا لاحظوا تابوا هنا واو ساكنة وقبلها الضم فهذا مد طبيعي تابوا أيضا عندنا مد طبيعي آخر وأصلحوا لاحظوا الواو هنا الواو ساكنة وقبلها الحاء مضمومة وأصلحوا فإذن ننتبه إلى تخليص الواوات من بعضها هكذا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا بهذا الشكل وعندنا الآن في هذه الملاحظة تنبيه إلى الوقف والابتداء في الآية التاسعة والخمسين بعد المئة يقول الله تبارك وتعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ فكما تلاحظون إخواني الكرام هذه الآية آية طويلة وليس فيها علامة من علامات الوقف أي علامة من علامات الوقف يعني ليس فيها مثلا الجيم التي نراها أو الميم أو صلاة أو قلة طيب ماذا يفعل القارئ القارئ يجب أن يكون حذرا ويختار الموضع الذي سيقف عليه بعناية فبعض الناس مثلا للأسف يقفون هكذا يقفون على كلمة الكتاب فيقرؤون بهذا الشكل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يقف هنا فيتابع أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون فإخواني الكرام عند كلمة الكتاب إلى هنا لم يأتي جواب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ثم ماذا؟ إذن هنا لم يتم المعنى فعبارة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعن هي في محل خبر إنه في محل خبر إنه فلا يوقف على كلمة الكتاب وفي بعض المصاحف نجد كلمة لا فوق كلمة الكتاب ومعناها لا تقف هنا أيها القارئ ثم تبتدئ بما بعدها طيب ما العمل في هذا المقطع الطويل؟ يفضل مثلا للقارئ أن يقف على كلمة أولئك هكذا مثلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إذن المبدأ إخواني الكرام أنه عندما يضطر الإنسان للوقف في موضع معين في موضع لا يتم عنده المعنى عندها لا بد له من أن يرجع عدة كلمات حتى يلتقط المعنى بشكل صحيح ثم يتابع التلاوة وهذا هو التجويد كما عرفه بعضهم بأنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف يعني أن يعرف القارئ أين يقف ومن أين يبتدئ فهذا نصف التجويد إخواني الكرام والله أعلم وعندنا في هذه الفقرة تدريب على صفة القلقلة كيف نقلقل في الكلمات التالية نتذكر أولا حروف القلقلة في قطوب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال فإذا جاء الحرف المقلقل يعني واحد من هذه الخمسة ساكنا في وسط الكلمة أو الكلام هنا القلقلة صغرى وإذا جاء الحرف المقلقل آخر الكلمة ساكنا أو موقوفا عليه فهذه القلقلة كبرى هكذا فبين أيدينا هذا المثال يُقَتَلُ لاحظوا يُقَ يُقَ فلنتدرب سويا يُقَتَلُ هكذا يُقَتَلُ ولا نضمها هكذا كما يفعل البعض يُقَتَلُ يُقُتَلُ هكذا فهذا لا يصح إنما القاف ساكنا والقاف مقلقلة يعني لا تشبه أي حركة من الحركات الثلاثة هكذا يُقَتَلُ 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 هكذا أيضا عندنا قلقة صغرى أيضا على حرف القاف فكيف نقلقل هنا وَلَنَبِلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخوف والجوع وَنَقُصٍ وَنَقُصٍ هكذا لو ردنا أن نقف وَنَقُصٍ وَنَقُصٍ مرة أخرى وَنَقُصٍ هكذا هنا عندنا قلقة أيضا لحرف الباء فنقول بهذا الشكل وَلَنَبِ لاحظوا وَلَنَبِ وَلَنَبِلُوَنَّكُمْ مرة أخرى وَلَنَبِلُوَنَّكُمْ ولا نضمها أيضا فكما يفعل البعض وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ هكذا فهذا لا يصح إنما وَلَنَبِلُوَنَّكُمْ مرة أخرى وَلَنَبِلُوَنَّكُمْ بهذا الشكل في هذه الفقرة في الفقرة الأخيرة نتدرب على كيفية الوقف على هذه المواضع إذن وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِيدٌ فلاحظوا سنقف هنا على الدال الدال منونة مضمومة لكن عندما نقف سنقف على الدال فتصبح ساكنة وهنا قلقلة كبرى كما ذكرنا قبل قليل وعند الوقف هنا أيضا ننتبه إلى كسرة الحاء فنتم الكسرة هكذا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِيدٌ وَاحِيدٌ لاحظتم إخواني أعيده وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِيدٌ نعم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أيضا عندنا وقف في هذه الآية ولا تقولوا في السطر الأول عندنا وقف وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فلاحظوا سنقف على تاء ساكنة فلابد لنا من أن نهمسها هكذا أموات لاحظتم إخواني ينغلقوا المخرج ثم ينطلقوا الهمس أموات مرة أخرى أموات نقرأ المثال كاملا ورددوا معي وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ مرة أخرى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ نعم بهذا الشكل أيضا في هذا المثال سنقف على التاء وَلَابُدَّ لَنَا مِنْ هَمْسِهَا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتٍ لاحظنا وَالثَّمَرَاتٍ إذن ينغلقوا المخرج ثم ينطلقوا النفس وينطلقوا الهمس هكذا إذن دعونا نقرأ المثال سنقرأ الآية كاملة ومن ضمنها هذا المقطع وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتٍ مرة أخرى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتٍ بهذا الشكل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفي الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكذلك فعلوا الجرس حتى تصلكم الدروس أولا بأول كما أسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم في التعليقات والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر